مصطفى الجامعة المرحلة الأولى قسم هندسة تقنيات البناء والإنشاءات معدتكم أستاذ عياد في مادة الجيولوجيا الهندسية استكمالا لمحاضرتنا الجيولوجيا التركيبية اليوم عندنا موضوع جديد اسمه موضوع الفوالق أو الصدوع الفالتس الصدوع هي حبارة عن تشقيقات وتكسرات أو تهشمات تحدث في صخور القشرة الأرضية يصاحبها حاركة وإزاحة أحد جانبي التكسر نسبة للجانب الآخر قد تكون هذه الحركة النسبية للأعلى أو للأسفل وباتجاه موازي لمستوى الصدوع الفالتبلان يعني الطبقة الصخرية هنا تتعرض إلى تكسر أو تشقيقات ينزل منها جزء ينزل جزء من هذه الطبقة طبعا هذا الجزء أما يكون للأعلى راح يكون بفعل تأثير قوة الضغط يرتفع على الأعلى أو يكون باتجاه الأسفل نتيجة الشد بفعل الجاذبية الأرضية خلف هذا الجزء سميناه مستوى الصدع اللي هو الجزء اللي يحتك مع الجزء الأسفل سواء من صعدة الطبقة للأعلى أو الأسفل هذا سميته مستوى الصدع فالتبلان مثل ما قلناه صدوح هي يصير أما نتيجة الضغط أو شد جانبي في الأرض يقود هذا إلى حركة الكتل الصخرية حركة نسبية يسمى المستوى اللي تحصل عليه الحركة على امتداد مستوى الصدع مستويات وهاي المستويات تكون أما مائلة ورأسية وأفقية تسمى الجهة اللي أسفل مستوى الصدع مثل ما قلناه أسفل مستوى الصدع سأسميها بالحائط السفلي اللي هو فوت وول والجهة اللي تكون أعلى مستوى هذا المستوى راح نعرفها ونعرفها بالحائط العلوي هانج وول المسافة المقاسة بموازات مستوى الصدع أسميها بالمنزلق سلب والمسافة العامودية بين الكتلتين المتحركتين أسميها رمية الصدع اللي هي ثرو والمسافة الأبقية أسميها زاحة الصدع الهيف طبعا هاي الصدوح هاي الفوالق تحدث في الصخور الرسوبية لأن الصخور الرسوبية مثل ما عرفنا ودرسنا سابقا هي عبارة عن طبقات هذا رسم توضيحي يبيننا يعني الحتي اللي حتيناها الـ FW اللي هو FUTW راح يمثل الحائط السفلي الـ HW يمثل الحائط العلوي والسلب هذا المنزلق اللي قلنا عليه المسافة اللي تكون بموازات مستوى الصدع سميتها اسلب والثرور رمية الصدع هي المسافة بين الكتلتين بين الحائط السفلي والعلوي سميتها ثرور رمية الصدع والإزاحة الأفقية والمسافة الأفقية سميتها الهيف اللي هي إزاحة الصدع الدلائل ما هي الدلائل على وجود فالق يعني شنو الدلائل اللي أنا تبين أنه هنا صار أكو فالق أو صار أكو صدع أول شي عندي انسقال الفالق اللي ناتج من الاحتكاك انسقال هذا الفالق يعني من يصير أكو تحشم تكسر بهاي الطبقة الصخرية وراح يصعد بها جزء رح يصعد هذا الجزء إلى الأعلى أو للأسفل رح يسبب لي احتكاك يكون أكو احتكاك هناك بين الحائط اللي ثابت السفلي رح يسبب لي انسقال لهذا الفالق فيصير أكون سقال للفالق نتيجة الاحتكاك اللي صار بالطبقة الصخرية بعد ما صعدت أو نزلت للأسفل اثنين تكون عندي خطوط موازية رفيعة على جانبي الفالق وهذه تسببها باللورات المعادن ومثل ما تعرفون يعني احنا قلنا المعادن بمحاضرات السابقة هي وحدة تكوين الصخور لأنها الصخور تتكون من مجموعة معادن فعندما يحصل عندي فالق هاي بلورات المعادن اللي موجودة في الصخور راح تسبب لي خطوط رفيعة على جانبي الفالق ثلاثة وجود بريشيا واللي هي شنو هاي البريشيا عبارة عن فتات مهشمة من الصخور ذات زوايا حادة هي فتات مهشمة من الصخور تكون ذات زوايا حادة اسميها بريشيا معادن تترسب أربعة معادن تترسب على جانبي الفالق مثل معادن الكالسايت اللي هو عبارة عن كاربونات الكالسيون تحدث مثل ما قلنا في الصخور الرسوبية لأنها عبارة عن طبقات أنواع الصدوح هاي عندي أنواع الصدوح اللي هي Type of Faults أول شي عندي الصدوح الاعتيادية أو أسميها العادية Normal Faults هذا نوع شاسع هذا نوع شاسع ينتج من قوة الشد بتأثير الجاذبية الأرضية وما أنه قوة الشد فهين راح يتجه يتجه للأسفل يعني قوة الشد حاول يشد لجسم أو طبق الصخرية إلى الأسفل هنا راح يتحرك عندي الحائط العلوي نسبة المل الحائط السفلي اللي يكون ثابت فالحائط الحلوي راح يتحرك نحو الأسفل بتأثير الشد طبعا زاوية ميل المستوى هالصدع هنا تكون كبيرة بالصدع الاعتيادية تكون أكبر من 5 أو 40 الثانية عندي الصدع المعكوس اللي هو reverse fault وهذا نمشأ نتيجة قوة الضغط قوة الضغط يعني هاي القوة مع الضغط راح تحاول ترفع الحائط إلى الأعلى يعني راح تفعل الحائط العلوي عندي للأعلى بتأثير الضغط المنسبة للحائط السفلي طبعا هنا الزاوية تكون أقل مما هو زاوية الميل أنا أقصد أقل ما هو في الحائط في الصدع الاعتيادي راح تكون أما إذا كان الصدع يكون بزاوية قليلة جدا إذا صار بالصدع بزاوية قليلة جدا أو كان شديد الميل راح أسميه صدع دسر أو زحفي يعني هو نفسه معكوس بس منصر تأثير قوة الضغط كبيرة جدا راح يكون عندي ميل شديد يعني للأسفل وتكون الزاوية قليلة أسميه هنا صدع دسر أو زحفي إذا قلت لك مثلا بالامتحان شنو الفرق بين الصدع الاعتيادي والصدع المعكوس راح تقول صدع الاعتيادي يحصل نتيجة الشد بتأثير قوة جاذبية الأرضية يعني الصدع المعكوس يحصل نتيجة قوة الضغط الصدع الاعتيادي راح تقول الحائط العلوي يتجه نحو الأسفل بينما الحائط العلوي في الصدع المعكوس بتأثير قوة الضغط يرتفع إلى الأعلى طبعا زاوية الميل بالنسبة لصدع الاعتياد راح تكون أكبر من زاوية الميل في الصدع المعكوس إذا قلت لك عرف لي الصدع الدسر أو الزحبي راح تقل لي هو صدع معكوس ولكن شديد الميل يكون شديد الميل وزاويتها قليلة جدا بتأثير قوة الضغط عليه القوة الضغط هنا تكون كبيرة سمية الزحف الزحفي أول الدسر إذا عندي هنا رسمة أبينيكم هنا بهذا السلايد أكون رسمين الرسم الأول الأعلى هذا يبين الصدع الاعتيادي و لو تلاحظون الجزء العلوي أو الحاط العلوي تأثير الشدة ينزل إلى الأسفل الرسمة الثانية هنا صدع معكوس هنا بقوة بقوة الزحف 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 يحاول أن يرتفع المن إلى الأعلى يرتفع إلى الأعلى عندي بعد الصدوع الأفقية اللي هوريزونتل فالت الصدوع الأفقية وهي الصدوع طبعا تحصل نتيجة تحرك الطبقات الصخرية على جانبي الصدع حركة أفقية جانبية طبعا تحصل بدون ميل وتكون نادرة الحدوث يعني طبقات الصخرية على جانبي الصدع تحرك حركة أفقية طبعا بدون ميل وتكون نادرة الحدوث عندي بعد الصدوع العمودية الصدوع العمودية لها Vertical Vault هاي صدوع يكون فيها مستوى الصدع رأسي حوالي 90 درجة حركة الطبقات للأعلى تكون أو للأسفل يعني ما يوجد فيها لا حاقط علوي لا حاقط سفلي مجرد بزاوية 90 أو بدرجة 90 تكون أما ارتفعها أسفل أو أعلى بدون حاقط علوي أو سفلي عندي خمسة الصدوع البارزة أو الصدع البارزة هاي الصدوع البارزة طبعا الصدوع البارز الصخور هنا تتعرض إلى فالقين والفالقين اعتيادية أو عادية يعني طمق الصخري راح تتعرض إلى فالقين اعتيادية يعني فالق عادية بس اثنين متعاكسة ويكونن على شكل رقم ثمانية يعني يكونوا على شكل رقم ثمانية فهنا راح يحصل أنه يرتفع يعني من يرتفع جزء من القشرة الأرضية نسبة إلى الجهات الأخرى وهذا الارتفاع يكون طبعا تركيبي شبيه شبيه بالترج لو نشوف الرسم هنا هذا الأول للأعلى طبعا هنا الصدع البارز هي بين الصدع البارز لأن الطبقات الصخرية تتعرض إلى فالقين والفالقين عاديين متعاكسين يكونن على شكل رقم ثمانية وهنا يبدأ ينزل الحائط العلوي يعني يسبب لي شكل تركيبي شبيه بالترج اثنية الستة هي الصدوع الخسفية أو أسميها الحوضية وهي الصدوع تحدث عندها انخفاض جزء من القشرة الأرضية شنون أيضا طبقات الصخر القشرة الأرضية تتعرض إلى فالقين وأيضا عاديين ولكن على شكل رقم سابعة البارز كان على شكل ثمانية هنا الخسفية الحوضية فالقين عاديين بس على شكل رقم سابعة يكون التدرج يعني من ناحيتين متجهن نحو الداخل يكون نحو الداخل كما في الرسم هنا لو تلاحظون الصدوع الخسفية هنا طبقات الصخر الأرضية حربها ثلاث فالقين فالقين متعاكسين على شكل رقم سابعة وتدرج كان نحو الداخل شنون اتميز فالق معلومة انه اتميز الفالق البارز عن الخسفي إذا جدتك بالامتحات تقدر تقول موما أنه فالق بارز إذن هذا أحتي بارز في الجهة بالجهة العلية إذن أحكس الكلمة إذن ليثبت عندي ليثبت عندي الحائط الصفلي واللي ينزل عند الحائط العلوي مثلا هقول الصدوع الخسفية موما أنه خسفي إذن هو شنو داعتي على الحائط يعني بالأسفل يعني بالأسفل أعكس الأسفل إذن الثابت عندي الحائط العلوي واللي ينزل عندي الحائط الصفلي الثابت العلوي واللي ينزل عندي الحائط الصفلي بالنسبة للصدوع الحائط يعني في الطريقة حتى ما تقدر تميزها بالامتحان عندي الأهمية الاقتصادية للفوالق طبعا تعتبر الفوالق أو الصدوع مصايد للمعادن والمياه الجوفية والبترول ولكن المعادن تكون أكثر شيء مثل المنغنيز النحاس الكالسايت أهمية الصدوع وطريقة تشخيصها طبعا الصدوع تمثل خطر واضح على أقامة وسلامة المشاريع الهندسية العملاقة الكبيرة ومن الضروري معرفة إذا كان يصاحبها حركة مستقبلا أو لا يعني نحن لازم كمهندسين نعرف أنه هاي الفوالق هاي الصدوع بالمستقبل يكون بها حركة يكون بها إزاحة حتى الراعي سلامة مشاريعنا المشيدة ممكن أن يكون صدوع نشطة اكتف وهي التي سبق أنه رصدت حركتها وسجلت إزاحتها من خلال طبقات المتأثر بها وقد تكون طبعا الصدوع غير نشطة يعني غير نشطة خاملة إن أكتف وهي التي يستبعد فيها حركة الطبقات الصخرية على جانبها مستقبل فالصخور الصدوع الغير نشطة ما يحدث فيها حركة تبقى خاملة بالمستقبل عندي في المثال توضيحي لو نتناول سديا أو سد معين سمينا واحد A والثاني B وأكو في كل واحد منهم كل نوع أكو قوة أفقية هوريزونتل مثل ما ملاحظون بالأسهم القوة أفقية هوريزونتل وقوة عمودية بيرتكال وبالنصرزلت اللي هي محصلة وجوها أكو خط هالأسود نسميه نطاق التصدع اللي هو فالت زون هذا نطاق التصدع طبعا بالشكل A نطاق التصدع يكون باتجاه محصلة القوة بينما بالشكل B يكون نطاق التصدع عكس محصلة القوة عكس محصلة القوة هنا سؤال أيهما يكون أكثر أمانا أو أيهما ممكن أن يكون منهار من الشكلين طبعا بالتأكيد الجواب رح يكون أي هو رح يكون غير آمن ليش؟ لأن باعتبار أنه اتجاه محصلة القوة باتجاه التصدع فهنا رح يكون غير آمن بينما بالشكل B لا رح تكون مخاطر بهذا التركيب ما موجودة أصلا بها الموقع خصوصا إذا اتعالج ليش محصلة القوة تكون أكس نطاق التصدع أو الصدع يمكن التعرف على وجود الصدع في التراكيب الجيولوجيا من خلال الظواهر التالية أول شيء عندي الإختفاء والظهور الفجائي لطبقات صخرية عنده تتبع الطبقات على سطح الأرض ظهور واختفاء للطبقات الصخرية إذا تتبعنا الطبقات على سطح الأرض التغير في تسلسل الطبقات وهي اللي يتبين سجلات الحفر حفر العبار التجريبية وما قد يشير إلى أن هذه الطبقات أثرت بحركات الفوالق هذا عامل ثاني ظاهرة ثلاثة ظاهرة امتلاء الشقوق الفوالق بالمعادن يعني إذا نجي على الشقوق اللي سببتها يعني هاي الفوالق نجاهة ممتلئة بالمعادن هو السليكة بعد عندي مثلا وجود خدوش آثار زلاق الفوالق اعتكاك طبقات بعضها البعض على مستوى الفوالق كلها يتبين لي التعرف على وجود الفوالق كلها تبين على وجود فوالق طبعا هنا راح نكون استكملنا محاضرة الفوالق على عمل أن ألتقيكم بمحاضرة أخرى نشرح بها الفواصل حتى تكمل محاضرات الجيولوجية التركيبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا